تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 674 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 755 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 56 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 628 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 61 طن أما في مجالي قضايا المخابز تم ضبط 912 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و241 قضية خبز غير مطابق للمواصفات